هنا بدأت أحداث نصرية لكن سرعان ما تدخلت لجنة خلية أزمة يترأسها مستشار الأمن الوطني ورئيس جهازه تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء حتى انخفض مؤشر التوتر لكن الكاظمي لم ينهي ملف الذقار عند هذا الحد بل وقف على مكاشفة شاملة لما تأن منه المحافظة يفصح الرجل اليوم بصريح العبارة عن محاولات لفرض واقع لا يخدم احترام القانون مطالب المحتجين الحقيقية يقول الكاظمي ويوجه بالتفاصيل ضمن اجتماع مع المجلس الوزري للأمن الوطني بأولويات على رأسها ترتيب لقاء مع ذوي الشهداء لجنة الأمر الديواني كان لها نصيب كذلك من قرار باستمرار مهمها في الجانب الخدمي والأمني والاجتماعي واستكمالا لتوجيه سابق فإن الاجتماع أفضى إلى تولي وزارة الداخلية بتقديم الإسناد لقيادة شرطة ذقارة لم ينتهي الاجتماع بقرارات أمنية فحسب بل تطرق الكاظمي إلى توجيه بالتنسيق مع وزارة الإمار والإسكان بصدد تخصيص قطع أراضا وتوزيعها على الشرائح المستحقة كما يتولى مكتب رئيس الوزراء مباشرة إعداد خطة عملية لتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة وتشغيل الأيد العاملة ومن سنجار إلى ذقار يشدد الكاظمي مجددا على حماية المواطن وتوفير الأمن وفرض هيبة الدولة على أن يكون الرد الحازم عنوان التعامل مع من يحاول العبث بأمن العراقي وأبنائه أبنائه